في وقت ينتظر فيه اليمنيون بارقة أمل بإنهاء الصراع وأحلال السلام في كافة المناطق وبعد شهور من الهدوء الميداني في مختلف المناطق اليمنية تحاول ميليشي الحوث الانقلابية إعادة البلاد إلى مربع الحرب من جديد هذا ما يراه مراقبون عسكريون إذ كانت تحركات الميليشيات الأخيرة بمثابة مؤشرات على محاولاتها بجر القوات الحكومية وقوات المقاومة المختلفة إلى استئناف المعارك الحربية من جديد وهي معارك لن تكون سهلة بحسب المراقبين بل أنها ستكون أكثر ضراوة وتسارعا ووقعها أكثر تأثيرا عما مضى حيث أن الميليشيات لم تخضع لأي فرص سلام تنهي الصراع في اليمن بل تأبه أن تكون الطرف التخريبي الذي يعيث فساده أينما حل خبراء عسكريون قالوا أن ميليشي الحوثي كونت ثروات طائلة مستفيدة من حالة الحرب التي فرضتها على كل البلاد وتحول قادتها إلى أمراء حرب في ظل عجزهم عن صرف المرتبات وتوفير الخدمات بل وأبسط مقاومات الحياة للسكان متذرعة بالحرب وبحسب محللين السياسيين يبدو أن حالة الهدوء المستمرة في البلاد وتعالي النداءات المطالبة بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين دفعت بالميليشيات إلى فتح جبهة حرب جديدة وكأنها غير معنية بعملية السلام وترى نفسها طرفا خاسرا إن أنهي الصراع الذي مدها بنفوذ ومناصب وأموال طائلة طيلة السنوات الماضية وبحسب المراقبين فإن الميليشيات تواصل التحشيد والتجنيد لصفوفها استعدادا لجولة الصراع التي تعد العدة لاستئنافها لتبقى الميليشيات آلة حرب وليست آلة سلام